في كل عام في مثل هذه الأيام وأعني تحديدا في هذا الشهر شهر ديسمبر يخرج إلينا فئة من الناس الذين يطرحون التساؤل هو التساؤل في كل عام نفسه حول جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم وطبعا هذا الشهر يوافق عند المسيحيين عيد ميلاد أسير المسيح ورأس السنة الميلادية وفي كل عام نفس السؤال هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم حقيقة سؤال مصيري بتوقف عليه مصائر الأمة العربية والإسلامية وإذا هنئنا المسيحي بمناسبة دينية هو بيحتفل فيها فقد تحدث كارثة حقيقة على مستوى الأمة الإسلامية ومصير الأمة الإسلامية وإذا ما هنئنا بهذا العيد أو بهذه المناسبة يعني نحن في السليم وفي الأمان عندما أتابع على السوشيال ميديا هذا التساؤل ومن يطرح هذا التساؤل أشاهد بأنه معظم من يطرح هذا التساؤل هم فئة من المسلمين المهاجرين الذين يعيشون في الدول التي يعتنق غالبية سكانة الديانة المسيحية والتي هي تصنف في القانون في قانون بلادها لأنها هي دول مسيحية كما في القانون الألماني هناك مادة تقول ألمانيا الاتحادية هي دولة مسيحية أول كلمة هي دولة مسيحية بعدين تجي بعدها ديمقراطية حرية وحقوق إنسان وأنا طبعا في كل سنة عندما يطرح هذا التساؤل يأتي إلى ذهني تساؤلات مرتبطة بهذا التساؤل ومتعلقة بفئة من المسلمين الذين يعيشون في بلاد من يسمونهم بالكفار أو البلاد التي يعتنق سكانها المسيحية وهذه التساؤلات كل سنة تأتي على بالي عندما أشاهد هذا التساؤل عندما نتحدث عن يجوز أو لا يجوز وهذا السؤال مطروح مقبل المسلمين أو فئة من المسلمين وأنا هنا لا أعمم ودائما لا أعمم وأنتحدث عن فئة فيعني أنه شرعا هل هو حرام أم حلال ودخلنا في قصة الحلال والحرام كالعادة بداية من المهاجرين هل يجوز دخول بلاد لاها حدود ولاها قوانين بطريقة غير شرعية؟ إن كان ذلك من خلال التهريب أو من خلال الجوازات السفر المزورة أو باقي وسائل الاحتيال التي دخل بها عشرات آلاف لا بل مئات آلاف الناس إلى هذه الدول المسيحية حرام أم لا حلال؟ يجوز أو لا يجوز؟ هاي واحد اتنين هل يجوز الحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدم من قبل هذه الحكومات لهذه العائلة المسلمة؟ وأنا أتحدث وأوجه السؤال لهؤلاء الذين يسألون السؤال الذي يعنون به هذا الفيديو هل يجوز أن تتقاضى مساعدات اجتماعية تفوق الأربعمائة يورو شهريا للفرد الواحد وهذه المساعدات مصدرها غالبا من دافعي الضرائب من الكفار هي أموال ضرائب الكفار اللي انت عايش بيناتهم هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني حلال ولا حرام؟ هاي السؤال التالي السؤال التالي هل يجوز أن يحصل أبنائك على ما يسمى بالكيندرغيلد أو مساعدات نقود الأطفال على كل طفل 250 يورو شهريا يعني إذا عندك خمسة أطفال يعني عندك تقريبا ما يقارب 2500 يورو بالشهر مساعدات للأطفال وهل يجوز أن أطفالك يدخلوا المدارس مجانا والروضات مجانا ويحصلوا على مساعدات أيضا للأنشطة الترفيهية والرحلات التي يقومون بها أو التي تقوم بها المدرسة دون أن يدفع أهليهم سنتا واحدا أو يورو واحدا بالمقابل هناك أشخاص يدفعون أجور المدرسة وأجور الروضة ومقابل النشاطات الترفيهية والرحلات التي يقوم بها الأطفال وهنا نتحدث عن أنه أنت المتواجد المسلم المتواجد في هذه الدولة ما تدفع شيء وكل شيء مغطى بالنسبة للمدارس والروضات ومقابل هناك شخص ثاني هو من الكفار مثل ما تعتبره يدفع كل هذه التكاليف هذه أثناء ثلاثة نأتي إلى أربعة أو إلى خمسة هناك بعض الأسر التي تنتظر مولودا والتي تتقاضى مساعدات وهناك جمعيات مسيحية تذهب إليها لكي تحصل على ما يسمى بمساعدات ما قبل الولادة يعني تحسن من خلال هذه المساعدات تشتري له لطفلة التي تنتظر قدومه ألبسة والحاجيات والألعاب الصغيرة أو السرير التي تحتاجه قبل قدوم هذا الطفل وهذه الجمعيات هي حقيقة جمعيات مسيحية حرام أو حلال يجوز أو لا يجوز شرعان هناك ما يسمى عندما تحصل أنت على منزل وتدفع الدولة المسيحية أجار هذا المنزل لأول مرة أو تعطيك الدولة لمرة واحدة ما يسمى بالأرستاستات الأرستاستات هو بدل مادي لأن تفرش من خلال المنزل بصوفيات بشيء متعلق بالمطبخ بالمطبخ بشكل كامل تلفزيون يعني قد يصل إلى الألفين يورو حقيقة وهذا يعني مو لحتى ترجعوا أنت لا هذا يصرفون لك يا روح وفرش البيت طبعا في كتير ناس تروح وتفرش من قريبه وتصمد الباقي على جنب هذا أمر يتعلق بها حرام أو حلال يجوز أو لا يجوز نجي إلى النقطة اللي بعدها الناس اللي بتشتغل وراتبة محدود لا يكفيها باقي الأمور تطلب من الدولة المسيحية ما يسمى بالكيندرسوشلاك أو ما يسمى بالفونجيلد يعني إذا أنت بتشتغل وراتبك محدود تستطيع أنه أنت تطلب من الدولة أنه تعطيك ما يسمى بالفونجيلد يعني بيكملو لك جزء من أجار المنزل أو ما يسمى بالكيندرسوشلاك يعني نقود زيادة على الكيندرسوشلاك اللي بتاخدها 250 اللي راح تبلش من عام 2023 بتبلش أنت تاخد شيء اسمه يعني إضافي على ما يسمى بالكيندرسوشلاك طيب الناس اللي عم تشتغل بالأسود يعني تتهرب من دفع الضرائب وتتقاضى بذات الوقت مساعدات وبيندفع لها أجار المنزل وبيندفع لها كل هذه الأمور الطبابة والصحة والكيندرسوشلاك وباقي الأمور اللي هي لو عم تشتغل ما بتدفع لها نياء الدولة هل هذا حرام ولا حلال؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ طيب هذا أمر آخر ماذا عن الطبابة والعلاج والمشافي التي يعني أنت ما بتدفع شيء مقابل علاجك أو الفحوصات التي يعني أنت قد تحتاجها أو التحاليل التي أيضا قد تحتاجها تحليل دم تحليل بول إلى آخره والولادات وعمليات الولادة التي أقل عملية ولادة تكلف عشرة آلاف يورو يعني أنت إذا جبت في هاي البلاد بلاد الكفار إذا جبت لك شيء سبعة أطفال يعني الدولة دافعت لك سبعين ألف يورو بس ولادات تمام؟ طيب يجوز ولا لا يجوز؟ أنت لهون هلأ ما عم تدفع شيء هذا يجوز كل شيء كل هذا اللي حكيناه يجوز من دول الكفار أو المسيحيين طيب في أشخاص أجاههم رفض لحق اللجوء من المسلمين أنا أتحدث عن المسلمين من المهاجرين لجأوا إلى الكنيسة وهذه الكنيسة تقدم لهم مساعدات وتأويهم وقد تساعدهم بتوكيل محامي برفع قضية ضد القرار التي حصلوا عليه في رفض حق اللجوء وتسير أمورهم بهذا الإطار وتحتويهم الكنيسة وتأويهم الكنيسة وأنت لا تحدث عن الكنيسة أنا أتحدث عن المسيحيين الذين يعملون هناك بعض الشركات وأرباب العمل وأصحاب العمل الذين يصرفون في هذا الشهر للعامل ما يسمى بـ يعني اللي هو يعادل تقريباً 60% من أصل الراتب الذي يتقاضاه هذا العامل ما يسمى يلي لما بيجي بيسكت ما بيحكي ولا كلمة بيفرح لأنه مصاري عم تجي فبيسكت أما الأمر الثاني ما لعلاء أهداك لا ما منهني المسيحيين في أعياده في الأسبوع الماضي نشر اللاعب العربي المصري لاعب كرة القدم محمد صلاح صورة له على السوشال ميديا على الإنستجرام على ما أعتقد وهو يجلس مع أسرته مع أطفاله وزوجته أمام شجرة ما يسمى بشجرة الميلاد ووضعها على السوشال ميديا طبعا انتشرت الصورة كانتشار النار في الهشيم وانتشرت معها التعليقات المسيئة كالنار في الهشيم هذا اللاعب أو هذه الشخصية التي لطالما هؤلاء العرب والمسلمين تغنوا بها وقالوا محمد صلاح فخر العرب محمد صلاح رفع راية العرب والإسلام فخرنا وفخر العرب وفخر المسلمين وأبو مكة وما بعرف شو اليوم عم بيسبوه وبيشتموه وأنت تخليت عن دينك وأنت صرت عبد لألون وأنت يبدو أنك صرت نصراني ويبدو ويبدو وشتائم ويعني اللي براقب التعليقات التي خرجت ضد هذا الشخص اللي هو حقيقة لم يسئل أحد ما أساءل لأي أحد ولا أساءل الأمة العربية والإسلامية ولا أساءل للمسلمين إذا وضع هذه الصورة يعني يعيب الشوم على هاي الأمة يلي عن جد عندما نتحدث في أوروبا عن ما يسمى بالإسلاموفوبيا والناس اللي عندها خوف من الإسلام والمسلمين كله من ورا راس هذه الفئة القزيرة التي تدعي الإسلام وتدعي بأنها من المسلمين والتي لا تعبر عن شيء في أخلاقها من الإسلام وضع صورة وقبلة بهذا الهجوم الشرس الذي لا يخلو من السباب ومن الشتائم شعب منافق مبارح كان فخر العرب والمسلمين مشان صورة تحول إلى صار نصراني وعبد للمسيحية وعبد للبلد اللي هو عايش فيها مشان صورة وهذه الشجرة يعني للأغبياء للمتخلفين هذه الشجرة اللي ربطت بميلاد سيد المسيح لا علاقة لها بميلاد سيد المسيح يعني هذه الشجرة هي عبارة عن تقليد اتبعه فئة من المسيحيين ودرجة بعد ذلك هذه العادة إلى أن تكون هي عادة مرتبطة بعيد ميلاد سيد المسيح لذلك من شوف بأنه حتى فئة من المسلمين بضعوا هذه الشجرة في هذا الوقت من العام تعبيراً عن الخير تعبيراً عن السلام تعبيراً عن العطاء تعبيراً عن اللي انتو ما بتعرفون نهائياً يعني هذا الخير والسلام انتو ما بتعرفون نهائياً انتو عبارة عن ناس متخلفين متوحشين وقعدين وراء مواقع التواصل الاجتماعي وشاطرين فقط بالسب والشتم وناس فارغين على كل المستويات طبعاً نشوف بأنه كثير من المسلمين الموجودين والعايشين في بلاد الكفار كما تسمونه في بلاد المسيحيين يخرجون إلى الشارع التي تزينها أشجار ما يسمى بأشجار الميلاد وبيلتقطوا الصور ولذلك منشوف بأنه يعني على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الناس من المسلمين اللي عم بيضعوا صورهم وصور أطفالهم وعائلتهم وأسرتهم جنب شجرة الميلاد وحتى هناك بعض المولاد المزينة أيضاً بشجرة الميلاد أو بزينة أخرى مرتبطة بهذه المناسبة عم بيتصوروا وهذا الأمر يعني أنت ما الذي سوف ينتقس منك إذا أنت تصورت بجانب هذه الشجرة التي كما قلت هي ترتبط من خلال البشر اللي هن نربطوها بهذه المناسبة لكن هي لا علاقة لها بميلاد السيد المسيح لأنه بميلاد السيد المسيح كان فيه مغارة ولا كان فيه شجرة ولا كان فيه شيء طيب بعد كل الذي أسلفته وبعد كل هذه الأمور التي تحدثت عنها وهذه النقاط التي تحدثت عنها يعني ألا تخجلوا من أنفسكم أنتم اللي عايشين في بلاد المسيحيين يلي بتشتموا بتسبوا بتخونوا بتكفروا وبتسألوا هذا السؤال السازج التافه يلي بعبر عن تفاهتكم هل يجوز تهنئة المسيحيين في أعيادهم؟ على كل حال طيب حبيبي من الأخير انهنيتوا ولا ما هنيتوا بهذا العيد الديني اللي هو بيحتفل فيه بالنائس يعني انهنيتوا ولا ما هنيتوا أولا لا ينطقس من دينه ولا ينطقس منه هو على المستوى الشخصي وأنت لا يدخلك الجنة ولا يدخلك النار انهنيتوا ولا ما هنيتوا يعني طيب هل يجوز يعني حلال أو حرام هل يجوز تهنئة زميلي المسيحي اللي بيشتغل معي بعيد ميلاده؟ سؤال يعني وجيه طيب هل يجوز تعزية زميلي أو صديقي المسيحي بوفاة والده أو وفاة والدته؟ والله لازم نسأل شيخنا شو بيقول؟ طيب حرام ولا حلال؟ يعني بالشوم عليكم كل هذا تحصلون عليه وأنا أتحدث كما قلت عن فئة من الذين يعيشون في الغرب من من يدعون بأنهم مسلمين ولا يتحلون بأي خلق من أخلاق المسلمين ويسألون هذا السؤال وينظرون إلى المسيحين على أنهم كفار وعلى أنهم طبعا من منطلقات حديث خلبية من هون ومن هون لم يرد في القرآن الكريم بأنك أنت تقول للمسيحي يا كافر لم يرد لم يرد أي آية في القرآن الكريم أن تقول للمسيحي يا كافر مو شغلتك أنت تقول له كافر مين أنت؟ يعني أنت المؤمن؟ يعني هل أنت معتبر حالك مؤمن يعني؟ حتى تنعت الآخر بالكافر؟ هذا الأمر بينكم بين رب العالمين وبيني وبين رب العالمين وبين هالناس وبين رب العالمين على كل حال هذا جزء مما يحمله الكثير من كما قلت ممن يدعي بأنه مسلم في أفكاره وفي هذا السواد الموجود في قلبه وفي عقله والذي يبسه على المحيط الذي يعيش فيه ويعني أنت اللي عم تطرح هذا التساؤل على السوشال ميديا اللي عايش في بلاد الغرب وفي بلاد المسيحيين يعني إذا بكرة قالوا لك تعي يا ابني أنت كيف حاطت هذا المنشور؟ هذا المنشور يؤدي يعني فيه عنصرية وفيه حقد وفيه كراهية وخطاب كراهية؟ فضل حبيبي تعال هون ضب ضب غراضك ويلا على بلدك شو بيكون موقفك يعني؟ للأسف يا جماعة للأسف الشديد بأنه نشاهد إلى الآن كل سنة كل سنة نفس السؤال وما بتتفقوا يعني خلاص يعني هن دائما شعوبنا بشكل عام والمسلمين بشكل خاص العرب من المسلمين بشكل خاص دائما بيبحثوا عن قضية إشكالية يوقفوا عندها ويعلقوا عليها وتستمر معهم مدى الحياة يعني هاي قصة هلية جوستهنية المسيحيين بعيادهم هلية ما بتنتهى؟ يعني لا يحسم الأمر يعني لا يحسم لا بالجواز ولا بعدم الجواز تمام؟ يعني ليش لحتى هن الناس بيحبوا يضلوا في حالة انشقاق دائما في حالة يعني حروب طاحنة بيناتهم كان كما قلت على مستوى التحريم والتحليل ومستوى التشريع ومستوى الإفتاء وإن كان على مستوى الأوراة ومستوى العقائد ومستوى الأمور الحياتية أو القضايا الحياتية إذن هذا ما وضعت الخروج والحديث عنه في نهاية هذا الفيديو أهنئ الأخوة المسيحيين بأعيادهم وأتمنى للجميع من الأخوة المسيحيين ومن كل الناس ولكل العالم السلام وتسود المحبة بين الناس وأتمنى الخير لكل الأمم ولكل الشعوب لأن هذا هو إسلامنا وهذا هو ما أمرنا به كتابنا وما أمرنا به ربنا ونحن للأسف في فئة كبيرة بعيدين عن هذه الأوامر الإلهية والأوامر الدينية التي في صميمها أن تتحلى بالأخلاق تحياتي لكم جميع